موسيقى قوات النظام السوري تواصل خرق اتفاق خض التوتر ومساعدات أممية تصل إلى الغطة الشرقية موسيقى تنظيم داعش يفرض الإقامة الجبرية على أسر مقاتليه موسيقى وفي دبي خمسة وعشرون في المئة من الرحلات ستصبح ذاتية القيادة سنة ألفين وثلاثين موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري اشلت طائرات النظام السوري ضربات جوية على أماكن في منطقة الكشمة في ريف دير الزور الغربي ما تسبب في وقوع جرح بينهم أطفال ونساء في غضون ذلك شهدت هدنة الجنوب السوري في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء خرقا جديدا عقب تبادل لإطلاق النار بين نظام السوري وفصائل معارضة في منطقة كوع حدر في ريف السويداء كما يواصل نظام الأسد خرق اتفاق وقف التصعيد في الغوطة الشرقي الذي ما يزال سارن بعد أن استكمل الأيام الثمانية الأولى من تطبيقه وعلى الرغم من تلك الخروقات إلا أن الهدنة التي أقرت في القاهرة سمحت للأمم المتحدة بإيصال شحنات المساعدات إلى المناطق المحاصرة في الغوطة لأول مرة منذ سنوات والتي كانت أخيرها شحنات الإغاثة التي وصلت إلى بلدة النشابية خروقات مستمرة لا يزال نظام الأسد يرتكبها في غوطة دمشق الشرقية التي دخلت ضمن اتفاق تخفيض التصعيد الذي تم توقعه في القاهرة وتشرف الشرطة العسكرية الروسية على تطبيقه عشرات الغارات الجوية التي نفذها نظام الأسد على مواقع في غوطة دمشق كان أبرزها المجزر التي شهدتها بلدة عربين منذ أيام ورح ضحيتها نحو أربعين قتيلا وجريحا خروقات وقف التصعيد التي لم تقتصر على الطلعات الجوية التي أحصى منها المرصد السوري ست طلعات استهدفت جوبر وعين ترما بل تم توثيق أيضا استخدام صواريخ أرض أرض البالغ عددها عشرون صاروخا على الأقل طالت مناطق في جوبر وعين ترما المتحاذيتان من دون ورود معلومات عن تسببها بسقوط خسائر بشرية وعلى الرغم من الخروقات إلا أن الهدوء النسبي لا يزال يخيم على مواقع متفرقة من الغوطة ما سمح للمنظمات الأممية من إدخال مساعدات إنسانية للمرة الأولى منذ خمس سنوات عبر معبر مخيم الوافدين إلى بلدة النشابية المساعدات التي كانت تحملها 17 شاحنة وزعت على 7200 شخص اجتملت على مواد غذائية وطبية إضافة لمواد تنظيف وأدوات منزلية وهي ليست الشحنة الأولى التي تدخل الغوطة منذ شريان اتفاق خفض التصعيد وضع مأساوي تعيشه غوطة دمشق المحاصرة منذ 6 سنوات وقضية وصول المساعدة إلى المدنيين داخلها أصبحت حاجة ملحة لكن مسألة تطبيقها مرهون بالتزام الأسد باتفاق الهدنة وإمكانية ضبطه الميليشيات التي تقاتل إلى جانبه وتلتزم بأي اتفاق كان سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على منطقة الأمن السياسي في مدينة الرقة بعد معارك عنيفة مع أفراد داعش وأسفرت الاشتباكات عن قتل تسعة أفراد من داعش مع استمرار الاشتباكات في محيط حديقة البستان ضمن حي هشام بن عبد الملك قالت وزارة الخارجية السعودية إن إيران مستمرة في مماطلتها ورفضها استكمال إجراءات التحقيق في حادث اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد رغم مضي أكثر من سنة ونصف وقال مسؤول في الخارجية السعودية إن السلطات الإيرانية عمدت إلى الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات دبلوماسية داخل المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين وضف المصدر أن السلطات الإيرانية انتهجت أساليب ملتوية ومنها رفضها وصول فريق سعودي إلى أراضيها للمشاركة مع الجهات المختصة الإيرانية في معينة مقر السفارة في طهران وشار إلى أن هذه المماطلات تعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهد والمواثيق والقوانين الدولية وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية وأكد المصدر أن بناء على ما سبق فإن المملكة رأت توضيح هذه الحقائق وأنها سوف تقوم من جانبها بإضاح ذلك للمنظمات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها الدبلوماسية في الشان اليمني ذكرت مصادر أمنية يمنية أن ضربة جوية أمريكية قتلت خمسة مسلحي من تنظيم القاعدة بينهم أجانب نفذتها طائرة من دون طيار في مديرية الجوبة في محافظة مأرب وأكد المسؤول أن الضربة استهدفت تجمعا لمسلحي القاعدة يضم شخصيات يمنية وأجنبية في قرية الخفلة التي شهدت عملية إنزال أمريكي في الثالث والعشرين من شهر مايو آيار الماضي إلى مصر حيث أعلن جيش المصري أن قوات الجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية نجحت في استهداف أحد الأوكار التابعة للخلايا الإرهابية في وسط سيناء وأن العملية أسفرت عن قتل إرهابيا وتدمير عربة ودراجتين ناريتين كما تم القبض على شخصين آخرين أحدهما بحوزته مبالغ مالية كانت في طريقها للدعم الخلايا الإرهابية أعلنت الشرطة الأفغانية أن ما لا يقل عن سبعة مسلحين من تنظيم داعش قتلوا في هجوم بطائرة من دون طيار في إقليم كونار شرقي البلاد وصرح رئيس شرطة الإقليم أن طائرة من دون طيار تابعة لحلف شمال الأطلسي استهدفت مخبأ لداعش في منطقة تانونة الجبلية في منطقة واتابور في إقليم كونار أعلنت السلطات الصومانية أن الجيش وقوات أجنبية حليفة قتلوا قائدا كبيرا في جماعة الشباب الإرهابية مشيرة إلى أنه ظالع في سلسلة تفجيرات وذكرت وزارة الإعلام أن عملية دهم للجيش قرب بلدة توروتورو جنوب البلاد أسفرت عن قتل رجل عرفته باسم علي محمد حسين وصفت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه ديكتاتور يهدد ديمقراطية في بلاده وفرضت عقوبات على أي ممتلكات قد تكون لديه على أراضيها وانتخبت فنزويلا جمعية تأسيسية من شأنها أن تحل محل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة وتتصدر الولايات المتحدة مجموعة دول ترفض الاعتراف بالانتخابات قال وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتوك إن هناك إجراءات صارمة لفحص المسافرين والأمتع في مطارات بلاده لتأمين الرحلات منضحا أن هذه الإجراءات ستظل سرية إلى أجل غير مسمى وكانت أستراليا شددت هذه الإجراءات بعدما أحبطت الشرطة مخططا لتفجير طائرة ركاب أحييكم من جديد في الشأن العراقي أفاد مصدر محلي في محافظة كاركوك بأن تنظيم داعش فرض الإقامة الجبرية على أسر قادة وأفراد بالتنظيم في قضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة وقال المصدر إن تنظيم داعش في الحويجة فرض الإقامة الجبرية على نحو أربعين من أسر قادة ومسلحي داعش فيما يسمى بولاية ديالا معركة القضاء على تنظيم داعش في العراق مستمرة والتحالف الدولي لا يدع للتنظيم فرصة ليتنفس حيث استهدفت طائرات التحالف مقرا لتنظيم داعش في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كاركوك ودمرته بالكامل وقصفت طائرات التحالف الدولي أيضا مقرا لتنظيم داعش في قرية المفهومية بمركز قضاء الحويجة يقع قرب محطة وقود بثلاث صواريخ أدت إلى تدمير المقر بالكامل ويبدو أن المعركة التي باتت تخنق التنظيم أكثر يوما بعد يوم مع تواني الهزائم بدأت أثارها تظهر على عناصره الذين يتخبطون فيما بينهم فقد أثاد مصدر محلي في محافظة كاركوك بأن تنظيم داعش فرض الإقامة الجبرية على أربعين عائلة من عوائل قادة وعناصر بالتنظيم في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة وهو ما يدل على حالة انقسام يعيشها التنظيم المتشدد بدأت بتفكيكه داخليا أسرع حتى من المتوقع وفي نفس السياق أقدمت زوجة ما يسمى بالمفت الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى على قتل نفسها وأطفالها الثلاثة حرقا في منزلها في القضاء وعلى الرغم من غموض ملابسات الواقعة إلا أن اختفاء المفت عن الأنظار بعدها يثير الريبة ويؤكد الأنباء التي تقول بأن التنظيم يعاني داخليا وكانت مصادر استخباراتية قد أكدت أمس الأحد أن الانقسامات في التنظيم أدت إلى حدوث مواجهات مسلحة خلال الأسبوع الماضي قضاء تلعفر الآن محاصر بشكل كامل من قبل القطاعات العسكرية والحجد الشعبي وتحريره سيعني استئصال سرطان داعش الإرهابي من جسد العراقي بالكامل انفصل ألاف الأطفال عن آبائهم خلال اشتياح تنظيم داعش لمحافظة نينوى ومات لها من مجريات معركة الموصل التي استمرت لمدة تسعة أشهر وقد وجد البعض من أولئك الأطفال يتجول لوحده بين الأنقاذ والبعض الآخر انضم إلى قوافل النازحين من المدينة المدمرة أقل من شهر على انتهاء معركة الموصل وما تزال المئات من العوائل تبحث عن أطفالها الذين فقدتهم خلال حكم داعش ومات لها من معارك لاستعادة محافظة نينوى منهم من وجد يتجول لوحده بين الأنقاذ والبعض الآخر انضم إلى قوافل النازحين من المدينة المدمرة وقد انفصل أفراد العوائل عن بعضهم البعض عند هروبهم من الموصل نتيجة قتال الشوارع أو الغارات الجوية أو قمع التنظيم مما جعل الأطفال يدخلون في صدمة مما حصل في بعض الحالات كان الموت مصير الآباء وتفرق أفراد الأسر خلال فرارهم من حرب الشوارع وضربات الجوية أو من قمع داعش وقد أصيب كثيرون بالصدمة من شدة الأهوال التي مروا بها وأكدت منظمة يونساف العثور على أطفال في حالة صدمة وسط الركام أو في أنفاق في الموصل بعضهم فقد عائلته أثناء الفرار غير أن بعض الآباء طروا أحيانا إلى التخلي عن أولادهم أو تركهم لآخرين وأضافت في بيان أن كثيرين من الأطفال أرغموا على القتال أو ارتكاب أفعال عنف كما تعرضوا للاستغلال ومن المنتظر ظهور موجة جديدة من الأطفال التائهين مع استمرار الحرب وتقهقر تنظيم داعش وفي ضوء هجوم يتوقع قريبا لاستعادة بلدة تل عفر التي يسيطر عليها التنظيم قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي العقيد رايان ديلون إنه لا يمكن لقيادة التحالف الولايات المتحدة أن تؤكد الإدعاءات والتقارير التي تحدثت عن قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي مضيفا في تصريح لأخبار الآن أن روسيا تحدثت في البداية عن احتمالية قتل البغدادي ثم عادت وأكدت قتله لكن أين الأدلة على ذلك؟ الكثير من التقارير تحدثت عن مقتل البغدادي لكننا في قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة لا يمكننا تأكيد هذه الإدعاءات من جانبنا نتحفظ على أي نوع من التأكيد حتى نحصل على دليل يؤكد مقتل البغدادي 100% في البداية أعلن الروس أنهم ربما قتلوا البغدادي ثم قالوا بعد قليل إنهم قتلوه لكن أين الأدلة على ذلك؟ نحن كتحالف دولي لا يمكننا تأكيد ذلك ومن دون أن يظهر لنا دليلا على مقتل البغدادي فلا يمكننا تأكيد هذه الأنباء الآن هو ما زال حيا ونحن لدينا خبراء وعسكريون محترفون في قوات التحالف الدولي يتابعون دائما قادة داعش وعند العثور عليهم يتم قصفهم على الفور خسرت ألاء أسرتها بعد اعتقال والدها من قبل قوات النظام السوري ووفاة والدتها حزنا عليه ليأتي تنظيم داعش ويزيد من معاناتها باعتقال شقيقيها علي وعبد الحي وقتلهما بدم بارد كما اعتقل داعش ألاء لعدة أيام وعذبها ببداية الثورة اعتقلوا أبوي على حاجز درع بسبب أن أخواتي مع الجيش الحر أخذوه نزلوه من على الحاجز وبعد ما اعتقلوا أبوي النظام على الحاجز بسبب أخواتي أنه مع الجيش الحر بعدها فترة وفتت أمي منزعلها علي وبعد وفات أمي صار تشكيل داعش عندنا بالشجرة يجي لعنا وعتقلوا أخوي الكبير علي بعد ما اعتقلوا أخوي علي صاروا كل يوم يداهموا الدار بدهم حمودة أخوي ومرة من المرات يجوا داهموا البيت وقدر حمودة أخوي يهرب من البيت كانوا أخذوني أنا ظليت أربعة أيام تحت التعذيب مشان يضغطوا على أخوي يسلم حاله وبعد أربعة أيام ظليت أني من تحت التعذيب أني وجيش حر مع أخوتي ونهار الليلة الخامسة جابوا لي أخوي علي نمنعني ويا ليلة كاملة ثاني يوم بالليل طلعوني وبعد ما طلعوني بيومين كتلوا أخوي بس الليلة اللي نبتها مع أخوي ما كنت أعرف أنه آخر ليلة ليلة بالودع أحييكم من جديد مشاهدين قدمت المملكة العربية السعودية أمس منحة مالية جديدة للشعب اليمني لسد الإحتياجات اللازمة لمكافحة تفشي وباء الكوليرا الذي تعاني منه كافة المحافظات اليمنية التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم مشروع إنساني سعودي يسعى لإنقاذ أرواح بريئة يهددها وباء الكوليرا في اليمن ويأتي ضمن التخصيص المالي البالغ قدره 66 مليون و700 ألف دولار وجه به نائب خدم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود لدعم جهود مكافحة الكوليرا في اليمن استجابة منه لنداء منظمة الصحة العالمية ونداء منظمة اليونسيف بتوفير 67 مليون دولار لمكافحة الوباء ودعم برامج المياه والإصحاح البيئي في اليمن تقدر المنحة السعودية الجديدة ب33 مليون دولار أمريكي تقدم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف وبحسب المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة فإن المركز سير قافلة كبيرة تحمل أكثر من 550 طن من الأدوية والمستغزمات الطبية والمحاليل سواء كانت وريدية أو عن طريق الفم لجميع مناطق اليمن وقد وصلت المساعدات إلى جميع المناطق ما عدا المناطق التي تقف الميليشيات الحوثية حائلا دونها من جانبه أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح بالدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لحكومة اليمن والشعبه مشيرا إلى أن توقيع المركز واليونسيف يأتي استكمالا لمائة وثلاثين برنامجا تنمويا يدعمها المركز في كافة جوانب الإغاثة والعملية التنموية وشدد فتح على أهمية تواجد كافة المنظمات الأممية في العاصمة المؤقتة عدن بجانب الحكومة الشرعية لتقديم مشاريعها لكافة المحافظات اليمنية مشيرا إلى أن السبب الرئيس لمعاناة اليمن من وباء الكوليرا هو سيطرة الميليشيات على مليار وسبعمائة مليون دولار وعدم دفعها للمرتبات ورفع المخلفات ما أدى إلى توسع انتشار الوباء بشكل كبير في المحافظات الخاضعة لسيطرتها نتحول وإياكم مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجوال للقصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت بين صفحاتها طفل لا يمكنه التوقف عن شرب الماء يعاني طفل في السادسة من عمره من حالة صحية نادرة تجبره على شرب الماء على الدوام بسبب خلل في عمل وظائف كليتيه وتم نقل الطفل إلى المستشفى بعد أن لاحظ والده بأنه يشرب الماء بشكل مفرط بسبب شعوره الدائم بالعطش واكتشف الأطباء بأن كليتي الطفل تعملان بنسبة 25% فقط وهو مستوى يوجد عموما في الأشخاص الذين تزيد عمارهم عن 80 عام صحيفة الأيام البحرينية مشاهدين اخترنا منها لكم صور على انستجرام تكلف نجماً إنجليزياً نصف مليون دولار تسببت صور نشرها نجم كرة القدم الإنجليزي جون تيري على انستجرام بتكبيده خسارة تتجاوز نصف مليون دولار إذ بسببها تنبه لصوص محترفون إلى أن الرجل كان خارج منزله في مكان بعيد فما كان منهم إلا أن انتهزوا الفرصة للسطو على المنزل ننطلع مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية بحيرة الأوساخ الروسية رائحة رائعة وعلاج للمرضى تمتلك شبه جزيرة القرم الروسية 26 مكاناً للعلاج بالطين ذات محتوى معدني عالاً من بينها بحيرة تشتهر بتطبيقات العلاج بالطين ويطلق عليها اسم بحيرة الأوساخ نظراً لخروج الأشخاص متسخين منها وتتواجد هذه البحيرة منذ العصور القديمة ويزورها السكان للعلاج ونقرأ من صحيفة الغد الأردنية هل أنت غني أم فقير وجهك يدل على ذلك أفاد دراسة أمريكية أن الوجه والفم من محددات الوضع الاجتماعي غير أن الابتسامة التي تعلو الوجه تبقى المؤشر الأبرز على غنى الشخص من عدمه وشدد العلماء على أن اتفاع دخل الشخص وغناه ينعكس على تعبيرات الوجه الذي تظهر عليه السعادة بشكل واضح أما صاحب الدخل المنخفض فيكاد تعبير وجهه يلازم شكلاً واحداً إلى صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين ومنها نختم جولتنا الصحفية لهذا اليوم اتصلت بالطوارئ والسبب أفعى منتصقة في وجهها اتصلت امرأتهم بخدمة الطوارئ في ولاية أوهايو الأمريكية لتطلب مساعدتهم لإنقاذها من أفعى منتصقة بوجهها فوصل أفراد الإصعاف إلى الموقع بعد أربع دقائق وتعذر عليهم إزالة الأفعى فقرروا قطع رأسها بواسطة سكين نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضاً اعتمد المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطير اعتمد استراتيجية الهيئة للتنقل ذاتي القيادة التي تنسجم مع الاستراتيجية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد المكتوم نعب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي بهدف تحويل 25% من إجبالي الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 الإمارات تنتقل من مرحلة استشراف المستقبل إلى صناعته هي كلمات الشيخ محمد بن راشد المكتوم نعب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي قالها حين أطلق استراتيجية الإمارة للتنقل الذكي ذات القيادة بهدف تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى رحلات ذاتية القيادة من دون سائق بحلول سنة 2030 ونحن هدفنا كإمارة دبي نكون سباقين في تبني هذه التقنية ونكون من أول مدن على مستوى العالم اللي نشوف فيها تشغيل مركبة ذاتية القيادة في وسائل المواصلات المختلفة في الإمارة طبعا حكومة دبي لا شك أنها في السنوات الأخيرة وضحت بشكل قوي جدا رغبتها فإن تكون من أذكى مدن العالم إن لم تكن الأذكى على مستوى العالم فعشان أن تكون أذكى على مستوى العالم لابد أنك تكون سباق في تبني التقنيات الحديثة ومش فقط بهدف تبني التقنيات فحسب ولكن تبني التقنيات بشكل فعال يحسن من تجربة المجتمع ويزيد من سعادة الناس حقيقة المقيمين والزائرين إلى إمارة دبي ما يميز الاستراتيجية التي اعتمدتها مؤخرا هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن غيرها أنها تغطي جميع وسائل النقل الجماعية من قطارات وحافلات ووسائل النقل البحري فضلا عن المركبات الخاصة ومركبات الأجرى من المتوقع أن تحقق استراتيجية القيادة الذاتية في مدينة دبي 22 مليار درهم على شكل عائدات اقتصادية سنوية من خلال خفط تكاليف النقل والحوادث المرورية وانبعاثات الكربون ورفع إنتاجية الأفراد وتوفير مئات الملايين من الساعات المهدورة في وسائل النقل التقليدية كما ستوفر الاستراتيجية مليار وخمسمائة مليون درهم عبر خفط التلوث البيئي بنسبة 12% لا شك أن هذه التقنيات مع التطور اللي ساير والتطور اللي بيسير في السنوات القادمة بتكون أأمن بكثير من القيادة البشرية فبالتالي نتوقع أن الحوادث تقل بشكل كبير في السنوات بعد ما يتم التحول إلى مركبات ذاتية القيادة إضافة لذلك طبعا المتوقع أن مثل هذه المركبات ذاتية القيادة وخاصة مع تفاعلها وتفاعل ما بين المركبات بعضها البعض وتفاعل ما بين المركبات وبين الإشارات الضوئية على سبيل المثال تأدي إلى تخفيف الازدحامات الموضية خطوات جبارة تخطوها مدينة دبي سعيا منها في جعل الإمارة مكانا مستداما للعيش تتمتع فيه أجيال المستقبل بأرقى الخدمات الذكية ووضع لبينة جديدة لمدن المستقبل تتمثل في أنظمة المواصلات القائمة على تكنولوجيا التنقل ذات القيادة أعطاء الدباغ لأخبار الآن دبي لعل نادي ناديم التي لم تكن تتجاوز العاشرة من عمرها حين هربت من وجه الموت في أفغانستان لم تكن تدرك أن رحلة الهجرة المأساوية التي خضتها ستوصلها إلى ما هي عليه الآن لاجئة من جحيم وبطش تنظيم القاعدة إلى اللاعب الأبرز في صفوف المنتخب الدنماركي لكرة القدم للسيدات مثل العديد من النساء التي يلعبن في البطولات الأوروبية دخلت ناديا ناديم إلى عالم كرة القدم من خلال والدها الذي جلب الكرة إلى المنزل عندما كانت طفلة صغيرة بقيت هذه القصة فريدة من نوعها حكاية مأساة وانتصار بعد طول انتظار الدنمارك هي دولة ناديا المعتمدة بعد أن ولدت وترعرعت في أفغانستان حيث كان والدها رباني جنرال في الجيش الأفغاني وعندما كانت في العاشرة من عمرها خطف والدها على يد رجال تنظيم القاعدة وتم نقله إلى الصحراء وعذامه هنا كانت عائلة ناديا تخشى الأسوأ فكان اللجوء والفرار خيارهم الوحيد فمن حالة لا يرجى منها أي أمل سافروا عبر أفغانستان وباكستان في حافلة صغيرة وبجوازات سفر مزورة فروا إلى إيطاليا محملين بأمال الوصول إلى إنجلترا قبل أن يستقروا في الدنمارك في النهاية ومع التدريب الرسمي وجهد مضني تمكنت ناديا من اقتحام عالم كرة القدم بعدها حصلت على الجنسية الدنماركية ومثلت المنتخب الوطني في المحافل الدولية ناديا تلعب الآن في نادي بورتلاند ثورنيث أكبر نادي في الولايات المتحدة لنساء ومع منتخب بلادها تسعى لتحقيق مجد مع الدنمارك الدولة التي تشعر أنها أعطتها حياة جديدة بعد فصول المعاناة والقهر التي عاشتها في الصغر في أفغانستان أعلنت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية رسميا ترشحها لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028 بعد وقت قصير من تأكيد مسؤولين فيها التوصل مع اللجنة الأولمبية الدولية إلى اتفاق في هذا الاتجاه في خطوة ستفسح الطريقة لاستضافة باريس لدورة 2024 في خبرنا الأخير أقامت مجموعة من البرازيليين مائدة طعام معلقة في الهواء على ارتفاع شاهق في مسعى منهم لدخول موسوعة جينيس بتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الأشخاص يجلسون على مائدة طعام معلقة وجرت المحاولة على متن جسر مهجور في ولاية ساو فاولو حيث تم تعليق مائدة ضخمة تحت الجسر بارتفاع 20 مترا عن الأرض لتسعى مائة مغامر تجمعوا لتناول الطعام موسيقى وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين موسيقى قوات النظام السوري تواصل خرق اتفاق خفض التوتر ومساعدات أممية تصل إلى الغوطة الشرقية موسيقى تنظيم داعش يفرض الإقامة الجبرية على أسر مقاتليه موسيقى وفي دبي 25% من الرحلات ستصبح ذاتية القيادة سنة 2030 موسيقى بهذا إذا مشاهدين نكون غد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع موسيقى بعد أقل من نصف ساعة مجزد الأنباء موسيقى 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 موسيقى